المياه الملوثة وانتشار الحشرات ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها سكان منطقة صباح الأحمد بل هناك مشاكل لا تعد ولا تحصى إلا أن أبرزها تلك المتعلقة بغياب المؤسسات الحكومية ومراكز الخدمات والترفيه نهيك عن عدم وجود المجمعات والأسواق تلفزيون راية قام بجولة في المنطقة للوقوف عند معاناة هذه الفئة التي تسكنها منذ حوالي ثمانية أعوام في ظل غياب تام للخدمات الحكومية صرختنا على الخط السريع هي من أكبر المشاكل عندنا وعندنا تكرمون المجاري فيها روايح والمنطقة يبلها شوي وقت يبيع عناية من الحكومة بس خرايط على الكلام أنه راح يصير جامعات راح يفتحون مراكز صحية راح يفتحون محلات تجارية وما شفنا شيء لأنها ثمان سنوات هذا على حطته عندنا حاليا مستوصف واحد المنطقة كلها طبعا بدون تقطية هذا لا يكفي محطة البنزين مؤقتة وهذا لو تروحون تشوفون بعينكم زحمة غير طبيعية المدارس بس الحكومة بيوت الحكومة القسائم لا اشتغلت أي دائرة أي مدرسة الجمعيات التعاونية غير موجودة إلا جمعية بيوت الحكومة القسائم بالمعنى الصحيح ليس فيها أي خدمة باختصار طبعا في مشكلة كبيرة تلوث بيئي المستوصف هذا ناقص ما فيه يعني جميع الخدمات فيه يعني ينقصنا حوادث مثلا لا سمح الله الواحد لو انشقت إيده انبط راسه مثلا لا سمح الله قبل يومين ثلاثة ولدي انشق راسه وديت المستوصف وحولوني للعدام طبعا المسافة هذه كلها خذت مني بحدود الساعة ليش ما يكون فيه مثلا عندهم عمليات صغيرة في المستوصف هنا مثلا غرفة ملاحظة مثلا عندهم مثلا يعني الشغلات مثل قسم الحوادث يعني يكون مصغر مثلا مستوصف واحد ومحطة بنزين واحدة لمدينة كاملة بمضخطين وجمعية تعونية رئيسية واحدة ومخفر واحد قاتل المدينة عبروا عن استياءهم من وضع التعليم المترد أيضا ومخاطر الطرق السريعة بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحية وعدم وجود مركز لخدمة المواطن والبنوك والكلاب الشاردة الطريق الوفرة والله ما عمري نزلت للديرة أو جيت من الديرة لقدامي حادث وعندنا التريلات مسويات مشكلة مشكلة كبيرة للأمانة يعني فوق من الشارع ضيق ويخوف ويتجاوزون ومو محترمين القانون ومكلمنا ومسوينا ماكو فايدة وفوق هذا لو تعطل سيارة مافي حالة يعني حالة أمان أول شيء المشكلة الأخطر والأهم الطريق هذا يعني الطريق هو الأهم والأخطر أما الباقي ما نقول ما يشتغلون لها صراحة فيه شغل بس بطيء 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 يعني مثل شنو الخدمات الكهرباء بعد القطع يشتغلك شارع يموت مئة شارع أمطر الكلام اللي سمعناهن هم راح فيه إنجازات وفيه خدمات وزارية وفيه كل وسائل الراحة للمواطن كانوا عشميننا فيها ولما جينا المنطقة ونصدمنا ما فيها أي شيء من الخدمات لا فيها وزارات خدمة المواطن مثل بنك بنك محتاجين حنا بنوك هنا بالمنطقة مدينة كاملة على مضخطين بانزين هذا البانزين عندنا صيدلية مدينة كاملة فيها عدد جم سكان ما فيه صيدليات البلدية شبه معدومة ثلاثة أيام والرابع يا الله يجوني شيرون رم الحاوية ثانوية فيها تسعمية طالب شنو قدر الاستعابية هذا شنو الطالب اللي بيفهم طبعا أنا ما كلمتش عن مستوى التعليم عندنا هنا مستوى التعليم المدرسين اللي جونا عندنا متوسطة يعني مستوى التعليم فيها تعبان بخصوص المنطقة بالليل مهجورة ما فيه أي ضاءة داخلية وتبقى شكاوى أهالي مدينة صباح الأحمد من ترد الوضع البيئي يهدد الوضع الصحي للسكان وسط السياء تام من نقص الخدمات ابتسام رمال الراي